في طار فعاليات مؤتمر المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة الذي تستضيفه مملكة البحرين والذي يقام تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهد البلاد المفدة أقامت اللجنة المنظمة للمؤتمر حفل عشاء في قلعة الرفاع على شرف ممثل الوفود المشاركة من 41 دولة ورحب سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للبحريني للفروسية وسباقات القدرة نايب رئيس لجنة المنظمة العليا لمؤتمر الواهو رحب بجميع الوفود المشاركة في المؤتمر ببلدهم الثاني مملكة البحرين وتمنيا لهم طيب الإقامة مشيدا في الوقت ذاته بجهود جميع عضاء الجمعية العمومية للمنظمة الدولية ومؤكدا حرص مملكة البحرين على ترجمة رؤى القيادة الراشيدة بتحقيق النجاح المنشود للحدث واجر على هامش الحفل استعراض موسيقي كما جرى استعراض للخيول العربية البحرينية الأصيلة مصاحبة من قصائد الشعرية تمثل القيمة الحقيقية التي تجسدها الخيل في تاريخ التراث البحريني الأصيل وحرصت اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر على إقامة الحفل في قلعة الرفاع وذلك في إطار استراتيجيتها باستقلال تواجد هذا الكم الكبير من الدول المشاركة للترويج لأبرز الأماكن التراثية في البحرين بالإضافة إلى الحرص على عكس صورة التنظيمية المشرفة عن المملكة وإيمانا بأهمية إبراز أهم المعالم الأثرية والتراثية الوطنية وعرب المشاركون عن عميق شكرهم للحفاوة البحرينية البالغة مقدرين دور سمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة نجل سمو ولي العهد وتوجيهات التي ساهمت بتحقيق نجاح منقطع النظير للمؤتمر العالمي للخيل العربية الأصيلة